تأكيد خلنا بقى من الأهل يوسم با نروح لمنتخبنا الوطني طبعا منتخب مصر بيواصل استعدادا لمواجهة نيوزيلندا وديا يمكن بقى منتخب مصر طبعا لكرة القدم بيواصل بقيادة التوأم حسين مبراهيم حسن اليوم تدريباته باستاذ القاهرة الدولي في إطار الاستعداد للنسخة الأولى من البطولة الودية التي تضم منتخبات سواء كرواتيا تونس أو نيوزيلندا وتستضيفها طبعا مصر وتقام مباراة منتخب مصر أمام نيوزيلندا مساء اليوم 22 من شهر مارس الجاري ويخود طبعا مصر مباريتان سواء طبعا في الدورة الودية أو المباراة هتكون أمام منتخب نيوزيلندا وتاني مباراة هتكون أمام المباراة التانية منتخب كرواتيا وتونس ويمكن بعد كده سيتم تحديد الفائز بالمركز الأول وفي حال فوز منتخبنا الوطني منتخب مصر على نيوزيلندا في المباراة الأولى يمكن هذا طبعا الخبر المتعلقة بمنتخبنا الوطني ويمكن بعد كده بخيرنا نروح الجزئية دي طبعا أنا بس عايز أقف قبل ما أتكلم عن الدورة الودية يا سلام مع هاني شوية لأنه أنا يعني من ساعة ما دخلت الإعلامة الرياضي وأي مدير فني تولى مسؤولية منتخب مصر تحديدا دايما فيه مشاكل في قصة الاغتيارات يعني دايما بيحصل أزمة أنا عايز أقوله كابتن حسام أعتقد أنه مش هقول الغالبية العظماء لكن الأغلبية في مصر كانت بتشجع وبتنادي بأنه كابتن حسام يتولى مسؤولية المنتخب لفترات طويلة وراجل خد الفرصة أنا أتمنى أن نحن نسيب ويشتغل واحد ما فيش حد يعني مش ممكن كلها يتفع على الأسماء اللي هو اختارها يمكن يكون فيه أسماء كانت تستحق فعلا للانضمام يمكن كان فيه بعض الأسماء اللي اختارها كابتن حسام عليها بعض علامات الاستفاهم لكن اللي بقوله في الأول وآخر هاني ندي للراجل فرصة ونسيب التجربة يبان ملامحها وبعد كده نبتدي نظر دا ما فيش شكل سواء الجدل في عملية اختيارات أو القايمة دايما للمنتخبات يعني دي على مرة الأصور الحقيقة يعني ما فيهاش جديد لكن خلينا نبدأ ودايما بنتكلم على صفحة جديدة ودايما بنقول اشتغلت مع كابتن جهري هاني وعارف حتى كابتن جهري لا كله أنا حتى على مستوى وانا اللعيب كان فيه انتقادات بالنسبة للقايمة حتى وانا كنت مساعد لأجيري القايمة كان فيها بعض الانتقادات فدي دا طبيعي ووارد لكن الجزء اللي انت بتكلم عليه مهم جدا احنا بنحاول بقدر الامكان نحنا نبدأ صفحة جديدة ونبدأ فيه مدرب وطني كل الانجازات على مستوى البطولات كانت على مستوى المدربين المحليين وبالتالي الفرصة كاملة لكابتن حسام حسن كلنا في الظهر كلنا بنسنده بنسند المدرب المصري الحقيقة المدرب المصري محتاج هزيل مسندة الحقيقة من خلال وجوده على رأس الادارة الفنية المنتخب بلده وشوفنا دق إيه المنتخبات الكبيرة كمان منتخب المغرب عنده وليدي رقراكي مدرب وطني المنتخبات الكبيرة عندها مدربين وطنيين فالحقيقة سأله المنتخب الحقيقة كلنا في ظهره وزي ما أنت قلت يمكن المنتخب على اللعب نيوزولندا وإن شاء الله ربنا وفقه يلعب أمام الفائز من كرواتيا وطونيس وتكون دورة الحقيقة دورة مفيدة لمنتخب مصر ولكابتن حسام حاسم وما أعتقدش أنه كجمهور كمان يعني نستنى التحول يحصل 180 درجة في مطشين هلعبهم كابتن حسام قدام نيوزولندا أو قدام بعد كده إن شاء الله ربنا وفقه كسب المطش الأولاني هيلعب الفائز من كرواتيا بالضبط يعني هي تجربة تعارف على اللعيبة بيحاول يوصل فكره فندي فرصة خصوصا أن المطشات الرسمية عنده كمان لسه بدري في شهر 6 هيكون عنده مطشين في تصفيات كاس العالم فبالتالي عنده فرصة أنه يشتغل والفترة دي هيكون الأندية المصرية لعبت في البطولات الأفريقية لعيبة رجعت من إصابات لعيبة استعادت مستواها هتكون الأماشة اللي هيختار منها أوسع بكتير في اللي جاي إن شاء الله وهو المهم والأهم إن شاء الله زي ما أنت قلت يا أحمد يمكن محتاجين وقت طبعا على كابتن حسام حسن بكاته طبعا لمنتخب مصر زي ما أنت عارفك الشعب المصري ما عنده الصبر يمكن عايز بسرعة لا ده صبر كتير قاول ده ما فيش حد عنده صبر أكتر من المصريين عايزين نشوفه نتائج عايزين نشوفه انسجام فعلا للعيبة عايزين نشوفه تغيير فعلا مع ده إحنا سبرنا من أقام هكتور كوكبرو من كابتن حسام البدري وكابتن الشكل لما بيتغير محتاج وقت شوية طويل علشان تبقى فيه شكل وفيه فكر جديد إن شاء الله زي ما أنت بتقول يعني كلنا بنسند الكابتن حسام بيلعب يعني أو يعني دلوقتي بيدرب منتخب مصر كلنا وراء منتخب مصر الحقيقة إن شاء الله نشوف حاجة كويسة الفترة ما عليش أعلق برضو حاجة نقطة هني نفسي الحقيقة يعني أنا كان بقى ممكن تبقى مين مسئولية مشتركة أو منفردة الجهاز فني أو اتحاد كورة أو مشرفين على منتخبات أنا نفسي بس حد يحدد لنا رؤية إيه القصة مش قصة تغيير اسم باسم أو مدرب أجنبي مدرب وطني بقدم هي فكرة إنه لما يبقى عندك برنامج أو عندك هدف بتسعى التحقيق وما أعتقدش إنه عندنا هدف أهم من كاس العالم 26 المطلوب إنه يتحط لنا رؤية إحنا بنتشتغل إزاي وعايزين نوصل لإيه هدفنا هو التأهل بس ولا هدفنا نروح نعمل لعملته المغرب ولا يعني يبقى واضح كده عشان نعرف نقيم التجربة دي نجحت ولا ما نجحتش تستمر ولا ولا كفاية كده فاهم قصدي ده ما بيحصلش للأسف شديد محتاجين شغل كتير جدا على مستوى التحدي الكرة الحقيقة ونحط بلان طويل الأجل لأن مصر تستحق وإن شاء الله بإذن الله يعني بداية من يعني نبدأ عهد مدارك وطن الجديد لا نحن عايشين على كاس العالم بتاعكم يا كابتنين لغاية دلوقتي لا والله يعني خلي بالك أحمد يعني أنت اللي بتكلم فيه مصبوط وإحنا حتى بعد الإخفاق في البطولة الأفريقية اللي فاتت الحقيقة كنا منتظرين اتحاد الكرة يخرج ببلان أو يخرج بمشروع نتكلم عليه دايما موجود على المستوى على مستوى كرة القدم لكن خلينا يعني خلينا الأول يعني وراء الكابتن حسام نشوف إن شاء الله بإذن الله اتمنى له كل التوفيق الفتر يا رب إن شاء الله إن شاء الله شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا